أمراض قلب الأطفال تعتبر من أمراض الشاعر نسبياً في جميع بلاد العالم أمراض قلب الأطفال تنقسم من قسمين أمراض خلقية وأمراض مكتسبة أمراض القلب الخلقية هي التي تحدث للجنين خلال الفترة الأولى من العام لكن بالنسبة لأمراض المكتسبة هي الأمراض التي تحدث بعد بلادها ما أمراض أمراض قلب الأطفال؟ أكثر شيء هو الطفل لا يرضى زين عندها صعوبة بالرضاعة عندما يتنفس بسرعة بسرعة أو عندما يرضى يعرض قوائد فمعناته أن الطفل وزنه لا يزيد تماماً إن شاء الله الثاني يمكن أن يكون فيه إزرقاء بالشفاء أو باللسام إن شاء الله الثالثة يمكن أن الطفل لديه تهبات صدر متكررة هذه المشكلة تقول لنا أنه احتمالي يكون فيه مشكلة بالقلب طبعاً لا يمكن أن يكون هذه الأعراض التي تكون موجودة بالطفل في بعض الأحيان لا يكون هناك عارض لكن الطبيب الأطفال عندما يفحص الطفل يسمع صوت إضافي بالقلب الصوت الإضافي نسميه اللغط أو المرمر عندما طبيب الأطفال يسمع الصوت اللغط أغلب الاحتمالات يشك أنه يوجد مشكلة بالقلب فإن ذلك الطفل عندنا عند طبيب أقل الأطفال عساسي يشيك عليه ونرى إذا عندنا مشكلة بالقلب أو لا طبعاً عندما الطفليين أول شيء نفحصه نشيك عليه بالسماعة ونتشيك عليه السمتوكسجين بالدم ونتشيك على الضغط الدم بعدين نسوي له تخطيط على القلب بعد التخطيط نسوي له أشياء على الصدر عساسي نشوف حجم القلب وحجم الرأي الشيء المهم هو سنار القلب سنار القلب يعني شيء دخيف جداً يعطينا سرعة القلب من داخل نعرف إذا فيه فتحة في القلب أو فيه ضيق بالصمام أو فيه مشاكل بالحجرات القلب طبعاً هذا السنار ما فيه أي ضرع على الطفل بالعكس هذا نفس السنار اللي المرأة الحامل لما تكون خلال فتة الحامل نسوي سنار بالضبط نفس الشيء أغلب الأمراض نكتشفها عن طريق السنار بعد الأحيان والأحيان النادرة نحتاج نسوي قسطرة للقلب أو نسوي أشياء عمارات سيئة للقلب لكن أكثر من تقريباً 99% من الحالات نكتشفها عن طريق سنار القلب طبعاً لما نكتشف مثلاً فتحة بالقلب أو ضيق بالصمام أو أي مشكلة بالقلب هذا مو معناته أن الضفر يحتاج علاج لكن معناته أنه يحتاج متابعة مستمر لأن أغلب الفتحات خصصاً الفتحات الصغيرة تسكر خلال أول سنة من بعد الأولادة فأغلب الفتحات ممكن تسكر بعض الفتحات تحتاج علاج دوائي وبعضها تحتاج علاج جراحي فتختلف العلاج من ولا شيء مجرد متابعة حق الطفل أو من العلاج جراحي آخر احتمالات هذا العلاج الجراحي طبعاً مثل ما قلنا تشخيص أمراض القلب بالأطفال تكون عن طريق السنار وهذا أدق الشيء عسل الشخص الحالي طبعاً السنار يشوف القلب من داخل ومشوف إذا فيه فتحات إذا فيه مشاكل بالصمامات وإذا فيه الحجرات مو مكتملة مستشفى رويا الحياة لنحتفل معاً بالحياة